نرحب بكم مجددا مع مخلة الفلافلة طبعا مخلة دائما هي فاتحة الشهية والطعم الرائع هو مخلة الفلافلة طبعا مخلة الفلافلة تحشى كتا لجزر مفرم ناعم فلفل حار بندورة يفضل انها تكون خضراء نصها اخضر يعني شوية بسماسكة حالها زائد ثوم فص ثوم او ثناء اثناء حسب الكمية طبعا الان تفتح الفلافلة يعني يفتح رأسها يزال وتزال البذور التي بداخلها وتخلط هذه المكونات معا وتحشى ايضا اذا زادت المكونات نحضر فلفل كبير كهذا ونحشي ايضا يعني كتير بتماشى مع الفلافلة والان ساحشيهم وراح نشوف كيف كمية الماء كمية الماء بشكل عام لكل كأس متوسط ما يعادل 200 ميلي لتر يوضع ثلاث ملاعق ملح ثلاث ملاعق ملح هي ملاعق يعني الملعقة هاي تكون حجمها متوسط وكمية الملح تكون ممسوحة كالتال يعني هكذا ثلاث ملاعق بهذه الكمية لكل كأس ما على المرتبان رح نشوف الان كم تأخذ مثلا كم سعة الملح كم سعة يعني المرتبان الذي سوف اخلل فيه وبعدين نضيف ملعقة خل ونسكر عليه بيعني نغلق عليه باحكم رح يعني احشيهم ونشوف الشكل النهائي اذا اعزائي المخلل الفلافلة الان قمنا بالحشيها ثم تغطيتها نعيد اليها الرأس الذي وضعناه ثم يعني لضع مثلا هذه الببوة نريد ان اضع عليها كأس هي تحت يعني تحتمل كأس ما او كأسين ثم سأضع ثلاث ملاعق الكأس الاول هاي ملعقة ملعقتان ثلاث سأضع ايضا كأس